السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غدي نشوفو فيه مع بعضياتنا طريقة عمل راندة سبولة بالعقيق غدي نحاول انني نخدم العقيق مباشرة مع راندة سبولة يعني تكوني خدامة وكتركبي في العقيق بالنسبة للسيدات اللي ما شافوش الأجزاء السابقة خدمت راندة سبولة بوحدها الجزء الأول وفي الجزء الثاني خدمت راندة سبولة مع راندة اللوية ممكن انكم ترجعوا الاجزاء السابقة غتلقاوا الروابط اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف المهم الآن غدي نكمل معكم طريقة عمل راندة سبولة غنخدمها غير بثلاثة ديالغرزات بالنسبة للسيدات اللي بغوا خدموها على خمسة ديالغرزات غتقدرو ترجعوا الفيديو اللي فيه راندة سبولة مع راندة اللوية تمك انت خدمتها على خمسة ديالغرزات نفس الطريقة ونفس العمل غتستعملوها وغادي تعطيكم طبيعة الحال نفس هاد النتيجة المهم الآن كيف ما كتلاحظوا معايا الخيط كيكون في الاتجاه العلوي يعني الجهة الفقانية وغادي رجع نخدم الغرزة الأولى هنا غادي نخدم غرزة واحدة فقط ونخدم سبولة المهم ده بغا نخدم غير سبولة عادية ومن بعدها نوري لكم كيفاش ركبوا العقيق لاحظوا معايا هنا كتراجعي غدا تهطي الهد المكان هنا من مورا هاد السبولة اللي كنتي خدمتي سابقا كتراجعي من موراها وتخدمي مباشرة وطلعي الإبرة في الجهة المقابلة الى كنتي حسبتي الغرازير غايتعطيك الغرزة الثالثة المهم كنجر هاد الخيط والآن غادي رجع هاد الفوق ونحاول نبين غير هاد الغرزة الوسطانية وغادي ندخل فيها الإبرة ودابة نجر شوية الخيط عاد نجر الإبرة يعني كتجر الخيط هو اللو والأعاد من بعد كتجر الإبرة باش هديك الحبكة تجمع مزيان وتجف يعني تشد بلاستها والآن خدمنا الغرزة الثالثة والغرزة على التوب ودابة غادي نرجع نطلع لاحظوا معايا الغرزة الأولى ونقادل خدمة مزيان المهم الخيط التحت وارجع لهاد النقطة باش نخدم الغرزة التانية والخيط دائما للأسفل ونضير الغرزة التالتة ثلاثة ديال الغرزات ودابة غادي نرجعه في التوب ونضير الغرزة ديالنا على التوب والآن غادي نرجع الخيط إلى الاتجاه العلوي وللفوق وغادي نخدم أول غرزة لاحظوا معايا مزيان دابة غادي نستعمل العقايق كما قلت لكم غادي نركب العقايق مباشرة مع الخدمة فغادي ناخد أي نوع ديال العقايق المهم لي أنتم مباغين تخدموا به فأنا غادي نستعمل غير هذا غادي نحاول أنا ننهبط هاد العقايقة بهذا الطريقة هادي وغادي نرجع من مورا هاد سبول اللولة اللي كانت خدمت كترجع موراها مباشرة ندخل البراء وطلعيها في الجهة المقابلة كما قلت لكم اللي حسبتي عدد الغرز غادي نجر الإبرة نخرجها هنا نحاول شويا نقاد هاد الخير المهم كما قلت لكم غادي نجروا البراء وكيف ما كتلاحظوا معايا العقايقة كتجي في هاد المكان والآن غادي نستعمل عقايقة وحدة أخرى المهم اللي بغا تستعمل غير عقايقة وحدة ممكن أنها تدير غير وحدة بالنسبة لي أنا قلت ندير جوج يعني باش نخلي لكم حرية الاختيار اللي بغا تدير جوج ديال العقايقات ديرهم اللي بغا تدير غير وحدة أو مثلا مرة ديري وحدة لتحت وفوتيها بوحد جوج وعاودي ديري عقايقة وحدة أخرى الفوق فغا تجيك بحال شكل ذي المثلت مرة عقايقة لتحت مرة عقايقة لفوق يعني ممكن أنك تديري هاد القادية أو تديري جوج في نفس المكان المهم كترجعيف هذيك الغرزة اللي في الوسط وكتحاولي أنك تجري الخيط هو اللي بشتبتي هذوك العقايقات في البلاسة ديالهم ومن بعد عادك تجري البرا باش هذيك الحبكة ديال ديال السبولة تجي مقادة غادي نرجع هذ العقايق بالإبرا باش يشد البلاسة دياله ودابة غادي نكمله وخدمة ديالنا فغادي نرجع ونخدم الغرزة التالتة وغادي نرجع دابة في التوب ونخدم آخر غرزة لاحظوا معايا مزيان دا بغادي نطلع الغرزة الأولى ثم الغرزة التانية اللي جات الوسط والغرزة التالتة ثلاثة ديالغرزات سنجر هذ الخيط ثلاثة ديالغرزات ودابة غادي نخدم علاق التوب وغادي نرجع ونخدمه عادي جدا ثلاثة ديالغرزة الأولى التانية التالتة تجيكم تحت من هذك العقيقة حاولو انكم تبينوها وحد شوي موهما غادي نطلع هذ العقيقة بغير باش يبالي يمزيان كما قد لكم الغرزة التالتة وكنطلع مباشرة الإبراء من الغرزة التالتة مباشرة هبطت شوي العقيقة باش تبين هذ الغرزة هذي المهم دابا اتخدمي عادي جدا ستطلعي الإبراء ويتجرى الخيطة ونرجعو نديرو الخيط على هذ الشكل باش نهبط الإبراء من هذ الغرزة اللي جات في الوسطة ودابا جريت الخيطة هو اللي احتتبت هذك الحبكة والسبولة اعاد جريت الابرق باش تبتهم كاملي هنا كترجعي وتخدمي تالت غرزة اللي هي اخر غرزة وبطبيعة الحال الغرزة على التوب ونجرغ الابرق دابا غادي ارجع نطلع الغرزة الاولى والغرزة التانية ثم الغرزة التالتة ونحيد الخيط هذا لانه سوف يكمل ونركب خيط جديد فكتجري الخيط بهالطريقة هذي كتدخليه تحت من التوب وتحييدي دابا غادي ناخده خيط واحد اخر ما تنسوش الخيط اللي استعملت هنا ينبروم على ثلاثة ديال الشعرات من الافضل انك تخدمي على ثلاثة ديال الشعرات ربعة ديال الشعرات مهم يمكن تقدر انك تخدمي بربعة ولكن كتجي شوية الخدمة مزوينيش من الاحسن تخدمي غير على ثلاثة وعلى جوج كتمحن شوية فخدمه على اغلب ما كيبغوش يخدمه بالخيط على جوج وحتى انا ما كنبغيش نخدم بالخيط على جوج لانه كيمحنك بزاف 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 حيث كتكون ضربة على ضربة والغرازي كيكون الحجم دياله مصغير بزاف وخا هي كتبان متقونة ولا اني في النهاية المطاف كتتتزوق الخدمة من الفوق وكتتطيبان غير ذاك الزواق يعني من الاخر نديرو الخيط اغرع على ثلاثة وجي خدمة زوينة ومتقونا في نفس الوقت اهم حاجة وهو تزيري الخدمة فاش تكوني خدامة زيير الخدمة بالنسبة للسيدات اللي كيترخف لهم الخدمة كيلاحظوا انهم في الخدمة ديالهم كتجيهم الخدمة مرخوفة حاولوا انكم استعملوا ليقات ديول اللي كيتباعوا عند اللي كيتباعوا يعني في الصيدلية ديول الاطباء هادوك الليقات مهم انا شخصيا من الاستعمال ديالي لهم اكتشفت انهم كيعاونوني بزاف باش نزير الخدمة ممكن انكم تستعملوهم مشي ضروري تلبسوهم في جوج ليدين استعملوهم غير في الليد اللي كتخدمو بيها الي كنتوك تخدمو بليد ليمنية فغادين تستعملو غير وحدة في ليد ليمنية الي كتوك تخدمو بلايسرا مشي ليمن فغادين تستعملو غير في ليسرا المهم هذه غير مجرد النصيحة اللي بغى تدير بها تدير بها والأغلبية كيقولوا لي أنهم مزعجين وما كعرفوش يخدموا بهم مش مشكل يعني إلا كنتي كترخ في الخدمة ممكن أنك تستعمليهم شوية بشوية غدا تولفهم كنتي كتخدمي عادي كتزير الخدمة مزيلا بلما كي لاش تديرهم المهم منها غادي تستمرو حتى توصلوا العدد اللي بغيتو يعني أي عدد بغيتو تقدري تديري غير جوج ثلاثة تقدري تديري ستة سبعة العدد اللي عجبك ديريه ومن بعد تبعي هاد العقيقات هادو كيما قدلك إما تديري جوج دي العقيقات متقابلين مع بعدياتهم أو تديري وحدة لتحت وتفوتيها بوحد جوج دي السبولات ولا ثلاثة والديري وحدة لفوق وتبقى غادح تتكملي مهم الآن احنا ركبنا دابا هاد العقيقات ودرنا نخيط في هاد الاتجاه ودابا غادي تخدمي في الغرزة الثالثة كنهبطوا الإبرة من هنا وكنطلعوها في الجهة المقابلة غادي نجر الإبرة لاحظوا معي مزيان كنجرها ودابا غادي نرجع ركب مرة أخرى العقيق هنا كتركبي العقيق بهاد الشكل ودابا غادي نحاول أنني نخدم في هادوك الغرزة الوسطانية كما تنسيش تبتي هاد العقيقات مزيان عاد خدمي في هادوك الغرزة الوسطانية حتى إلي هربو لك هادوك العقيقات كي تخبل لك الخيط المهم نغاد اترجعي في هاد الغرزة اللي في الوسط ندخلو في هالبرة عاد نجر الخيط مزيان نتبت هادوك العقيقة اللي التحت ونتبت هاد العقيقة هادوك هادوك العقيقة هادوك الفوق ومن بعد نجر الإبرة بكل سهولة لاحظوا معي مزيان بعد كتجر البرات يالك بشكل عادي جدا وهادوك العقيقات كي بقوا تابتين في البلاست ديالهم غير دفعهم شوية بصبعك باش يشدوا بلاستهم فهالطريقة هادي سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله في الفيديو القادم غدي نقدم لكم موحل الفيديو اللي فيه درس براندة سبولة يعني غدي نحاول أنا ندخل راندة سبولة في الدرس يعني باش نقدروا ان احنا اللي بغيت مثلا لخدمات راندة سبولة في نصف طوق ديالها ولأسفل نصف طوق انها تقدر تستعمل كذلك راندة سبولة وتديرها كدرس للاكمام والقب ولحتل دورة العنق علش لا بالنسبة لقفاطن يعني تقدر تديرها في دورة العنق ديال القفطان يعني هو غير فكرة المهم ان شاء الله في الفيديو القادم نشرح لكم الطريقة هنا كثما كتلاحظوا معي طلعنا بثلاثة ديالغرزات ورجعنا بوحدة وده بغيت نديره سبولة بشكل عادي جدا غير كتطلعي هاد العقيقة شو هي الفوق باش تشوفي فين غت هبطي البرة واحد اثنان ثلاثة في الغرزة التالتة وغاد اطلعيها كذلك في الغرزة التالتة وده بغيت نجر البرة والان غادي ندخل برف هاد الغرزة الوسطانية ونجروا هاد الخيوط باش تعطينا هاد سبولة المهم كنتمنى ان هاد الخدمة هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم وكيف ما لاحظتم معايا الساهلة يعني ما فيهاش الخدمة بزيف وفي المنظر ديالها زوين وتقدري يعني انك تكوني خدامة راندة سبولة وفي نفس الوقت تركبي العقيق ديالك يعني ماشي بحال الي خدمتها حتى تسالي عادة تبديت تركبيه في العقيق يعني كتكون شوية سعيبة واللهو ما تجي فينتكمل الخدمة حتى تكوني سافيكملتها في خطرة يعني بالعقيق ديالها بكل شي لها المهم انا كنفضل بحلوكة يعني كنقول اللهو ما نكون سهلية الخدمة وفي نفس الوقت حتى تزيين ديال الخدمة فهنايا عادي جدا كتخدمي السبولة غد نجر الخيط وغد نرجع ندير الخيط في الاتجاه وندخل الابرة في الغرزة اللي في الوسطة وللغرزة التانية ومن بعد كتجر الخيط واللول وتجري الابرة وده بنديرو الغرزة التالتة ثم نعمله على التوب المهم بالنسبة للسيدات اللي مهتمين بمجال الكروشي اللي كيعجبهم الخدامي ديال الكروشي تقدروا انكم ترجعوا للقناة ديال الكروشي غد تلقاوا الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف قناة اللي فيها غير فيديوهات ديال الكروشي يعني بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم هاد المجال وفي النهاية هاد شي كامل فن سوى راندا سوى كروشي سوى طرز كل شي هاد شي كيدخل في مجال الفن ودائما فيه تجديد ودائما فيه الجديد وكل شي زوين والواحد يبدل مره تلبسي كروشي مره راندا مره عماره مره كروشي يعني كل مره وتلبسي حاجة مختلفة وان شاء الله حتى الطرز الفاسي على شلقت هوا هاد الايامات ولا يعني مشهور المهم مشاهدة متعة وشكرا بزيف وزيف الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زويني